حلقة جديدة من هنا سوريا أهلا بكم مستمرون حتى فك الحصار عن الأحياء الشرقية المحاصرة وطرد المرتزقة عنوان المرحلة الثانية من معركة حلب الكبرى التي تم الإعلان عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي ضم قادة ومستشارين في غرفة عمليات فتح حلب فما نتائج المرحلة الأولى ولماذا تخبطت التصريحات الروسية بين تمديد الهدنة والتهديد بحرق حلب هنا سوريا من قلب غرفة العمليات رصد آخر التطورات هناك متابعها في المحور الأول وفي المحور الثاني كارثة إنسانية من طرف واحد بعد عام على هدنة مضايا الزبداني كفريا الفوعة هل غدر حزب الله باتفاقه مع جيش الفاتحة؟ أهلا بكم اشتركوا في القناة إذن بعد 27 ساعة من إطلاق ثوار معركة حلب الكبرى تبدأ المرحلة الثانية التي سيكون عنوانها فك الحصار عن الأحياء الشرقية وطرد المرتزقة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قادة غرفة عمليات فتح حلب وجهوا خلاله انتقادات لعجز الأمم المتحدة عن حماية المدنيين بينما بعثوا بتطمينات للمدنيين في الأحياء الغربية معتبرين تحييدهم أولوية أخلاقية في هذه المعركة نتابع التقرير ونعود للنقاش مستمرون حتى فك الحصار عن الأحياء الشرقية وطرد المرتزقة عنوان المرحلة الثانية من معركة حلب الكبرى بحسب ما جاء على لسان قائد غرفة عمليات فتح حلب الرائد ياسر عبد الرحيم خلال مؤتمر صحفي ضم قادة ومستشارين في غرفة عمليات فتح حلب هناك ناس فقراء بسطاء من أبناء الشعب السوري بقوا في مناطق النظام ولكن للأسف الشديد المجتمع الدولي رأى النظام والميليشيات لحاصرهم لم يتخذوا أي إجراء طبعا من الطبيع أن يأخذ قسم بعدما رأوا كيف النظام يقوم بقصفهم ولكن هناك العديد يرفضون هم يريدون البقاء في مدينة حلب وكافة خيارات مفتوحة ولكن هذه عملية تهجير صور أطفال مجازر في حلب وحاس كانت حاضرة وبقوة في المؤتمر الذي أرسل خلاله القادة تساؤلات للأمم المتحدة والوسيط الدولي ديمستورا عن موقفهم من هذه المجازر وسط صمم أممي يقلق فيه أرباب الأمم على مواطني مناطق النظام فحسب وأين هو تخوفكم عندما دمر الروس بهمجية وبربرية لم يسبق لها التاريخ كل المشافي الميدانية التي تداوي وتعالج المدنيين في قلب مدينة حلب المحاصرة والتي يحاصر فيها أكثر من 300 ألف ودمر فيها سبعة مشافي والآن كل المشافي خارج الميدان نحن نضع هذه الأسئلة برسم الأمم المتحدة وأكد المستشار القانوني للجيش الحر أسامة أبو زيد أن غرفة عمليات فتح حلب تبنت خطة أمنية كفيلة بتحييد المدنيين عن تبعات الحرب قدر الإمكان أكدنا بأن أي مقاتل من مقاتلي فتح حلب يقوم بالاعتداء على أي مدني أعزل أو على ممتلكاته سيخضع للمسالة والمحاسبة أبوابنا مفتوحة أمام كل المدنيين تلتقط غرفة عمليات فتح حلب أنفاسها استعدادا لبدء مرحلة ثانية من معركتهم طويلة الأمد رسائل تطمينات عديدة أرسلها القادة الميدانيون من غرفة عمليات فتح حلب إلى الأهالي المدنيين في الأحياء الغربية مفادها أنهم أهلهم وإخوتهم وأنهم سيجنبون قدر الإمكان تبعات الحرب كريمة السعيد أورينت نيوز ريف حلب وأطلقت غرفة عمليات فتح حلب في بيان صادر عنها وعن فصائل الثورة السورية المرحلة الثانية لفك الحصار عن مدينة حلب مؤكدين أن المرحلة الأولى حققت انتصار مهمة على الصعيد العسكري وأعلنت الغرفة التزامها بتحييد المدنيين عن المعركة حيث أن الجيش الحر شارك بعمليات إجلاء المدنيين من المناطق الساخنة دون إرغامهم على ذلك وقام بإيصالهم لبر الأمان مؤكدين اتخاذهم كافة الاحتياطات ضمن الإمكانيات والقدرات العسكرية من أجل عدم وقوع ضحايا في صفوفهم واتهمت غرفة العمليات قوات النظام باستخدام المدنيين كدروع بشرية ووضع قواعد مدفعية وصاروخية في مناطق حيوية وبين مساكن المدنيين وتابع البيان بأن أهداف العملية الصاروخية هي أهداف عسكرية حسرا وختم البيان بالتأكيد على أن غرفة عمليات فتح حلب ستقوم بمحاسبة أي مقاتل يثبت عليه اعتدائه على المدنيين الأبرياء أو ممتلكاتهم أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي العميد أحمد بري رئيس أركان الجيش السوري الحر من أنقرة ومأمون حاج موسى المتحدث باسم ألوية سقور الشام من الريحانية ووائل الخالدي مستشار شباب الحراك الثوري من السنبول إضافة إلى النقيب أمين مليحيس قائد غرفة عمليات الرشدي من ريفي حلب أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا أبدأ معك بداية السيد العميد أحمد بري من أنقرة إذن بيان ومؤتمر صحفي لغرفة عمليات فتح حلب العنوان الرئيسي لها كان إرسال تطمينات للمدنيين في الأحياء الغربية والتأكيد على ضرورة محاسبة أي شخص يقوم بأي تجاوزات تجاه المدنيين هل هذا المؤتمر جاء رد على كلام ديمستورا واتهاماته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام السلام خير السادة المشاهدين السلام خير الضيوب أول شيء طبعا الكلام جاء رد على ديمستورا نحن ديمستورا للأسف ما اعتبرينه من زمام ومن الآن من أكثر من سنة ونصف أنه طرف مع النظام وليس ورصة خير بينه وبين النظام ديمستورا من سنة ونصف طلب اجتماع أنا معي شخصيا وكان اللواء سليم إدريس يامو زي الدفاع ورفضنا الجلوس معه بسبب وقوفه إلى جانب النظام بكل الأحوال أو بكافة مجالات حتى لما يصير أي حصار صورا هو بيرقود وبيلهس أنه يجيب الباصات الخضر وطالع الناس وما بيرقود مشا ندخل سلة غاسة للناس المحاصرين أول أمس في عقرب بريف حمص الغربي السهل الحولي المحاصر لعقرب بالذات كان رايحة 13 سيارة غاسة لم يستطيع حمايتها وقام القرى الموالية للنظام بإطلاق النار عنها وقعدتها وديمستورا ما حكى الآن ديمستورا يردد كما يقول النظام أنه في مدنيين أصيبوا أولا المدنيين موجودين في مناطق النظام هؤلاء الأخواتنا وليسوا أعدائنا لحنا كل شيء موجود عند النظام اللهم من المثبت عليه التشبيح أو القتل يجب أنه اعتبره أخونا ونظروفه الصابع لم يستطع المغادرة واللجوء إلى مناطق المحررة من المعرضة لذلك ما أتى به اليوم الأخوة المؤتمر الصحفي تأكيد كامل أنه نحن لم ولن نسهزف المدنيين علما أنه لمن عم نصير أي عمل عم نحسب أول شيء حساب مدنيين ونحايلون على العمل اثنين نحن فيه تأكيد دائم للأخوة المقاتلين بعدم الإضرار أو تتعرض لأي مدني من مناطق النظام وهذا الموضوع تم والبارحة أو بالمرحل الأولى أحد الأخوة المقاتلين دخل على بيت شافية تيارة قاعدة خبل بارودة وراء ظهرهم فأطلع عندها صار سيارة بشام مدني بردية سلاحة ورعبة الأخوة في الجبهات كانوا ينقلون المواطنين اللي بدون يغادروا بيوتهم بشكل لطيف وأمنون من سيارات وطالعون ولن يسبق أن الجيش حر قتل أو وجه نار باتجاه الأخوة المحاصرين هو بما أنه دائما عمليات الفصائل الثوار تكون واقعة تحت المجهر بالنسبة لديمستورة والمجتمع الدولي هل مثلا حصلت بعض الأخطاء ربما تجاوزات معينة لا 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 لم تحدث ولكن النظام النظام المنشاف حاله تحصر المنشاف حاله صار طوضة ضيق بده يخترع أي كذب النظام يجب طيب ديمستورة ما شاق كل وصائل القتل والقصف اللي عم يتعرض بها أهنف سواء في حلب الشرقية منطقة شرق حلب أو في الريف حلب الريف حلب الكامل أو اليوم اليوم الروس والنظام قصفوا الريف حمال الشمالي وقصفوا المعرة وقصفوا السراقب وقصفوا الريف حلب الجنوبي تقريبا بشبع كامل ليش ديمستورة ما حكى ليش ديمستورة ما حكى من أسبوع لما استخدم النظام مادد نتلور بتجاه غربي حلب ليش ما حكى ديمستورة لما استخدم الكيماء وقتل 1300 طفل في 3 يوم الآن دمستورا تباكل من النظام التمسيلية صلعت من 3-4 أيام وكان حتى هذا المراسل النظام في حلبة جديدة يرقب بين المواطنين ويقول سمعتوا أنه أجو رهابيين ما أرهابيين ولو لا ما في شي عبارة عن تمسيلية بعد بشوية بنسمع هنأكدوا أنه ما في شي وما حد يصاب من المنطقة هلأ بنسمع أنه دمستورا عم بيقول والله فيه اتعرضوا للإصابات أغتي الكريمة دمستورا نحن غير معترفي فيه ولا نقبل أن يكون وط بينه بالنظام نهاية طيب الإعلان الآن عن المرحلة الثانية من معركة حلب الكبرى السيد مأمون حاج موسى المتحدث باسم ألوية سقور أشام عنوانها العريض هو فك الحصار عن الأحياء الشرقية وطرد المرتزقة يعني كيف ستبدأ هذه المرحلة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ولمتابعيكم ولضيوفكم الكرام في كل معركة عسكرية المرحلة الأولى تكون دائما عفوا تكون بضرب الخطوط الدفاعية وفي المنطقة الغربية التي بقيت ساكنة لفترة طويلة كان هناك عدة خطوط دفاعية يعني لحماية يعني أعتى قلاع النظام في المنطقة الغربية وهي الأكاديمية العسكرية والحواجز المحيطة بها وتم بفضل الله سبحانه وتعالى تم خلال الثلاثة أيام الماضية كسر تلك الخطوط والحفاظ على النقاط التي تم التقدم والسيطرة عليها المرحلة الثانية ستنطلق إن شاء الله حسب ما يقرره العسكريين خلال فترة قصيرة جدا بإذن الله تعالى وسيكون الهدف بطبيعة الحال من هذه المعركة ككل الهدف القريب وهو الوصول إلى الأحياء الشرقية وتخليص أهلنا أكثر من 350 ألف من أهلنا المدنيين المحاصرين في حلب الشرقية يعني هذا الهدف الأول بطبيعة الحال والهدف الآخر هو لن نتوقف عند فك الحصار فقط لما رأينا بالمرحلة الأولى من ضريبة باهظة فقط من أن نفك الحصار ونتحول إلى رباط والسنزاف مع نظام طائفي مجرم تدعمه قوى عالمية كبرى ومجتمع دولي حقيقة غير منصف وظالم ومبادرة ديمستورا عسكريا كيف سيكون التحرك لأنه من الملاحظة الآن وهل هي أيضا استراتيجية هذه الملاحظة التي سأقولها بأن عملية التقدم هي بطيئة نوعا ما يعني تختلف عن معركة حلب السابقة عندما دخل الثوار بمساحة واسعة خلال أيام قليلة الآن نلاحظ بأنه بنفس المنطقة عم يتمركزوا والتقدم عم يكون بطيئة نوعا ما نعم نحن غيرنا التكتيك حتى لا نصل إلى نفس النتائج لا نريد مكاسب سريعة نخسرها خلال فترة وجهزة تنقلب حقيقة على أهلنا المدنيين بالحسرة والندامة نعم وسعنا خطوط الجبهات وسعنا المحاور وسعنا صحيح أننا سنستنزف أكثر في هذا العمل ولكن حقيقة كما نحن سنستنزف أيضا سنستنزف النظام من خلال هذه الخطوط الواسعة جدا وفي الأيام دعينا نقول في الساعات القليلة القادمة إن شاء الله سيكون هناك مفاجآت بالنسبة لمحاور العمل لا يمكن أصبحنا على تخوم حي 3000 شقة سكنية وعلى مشارف أكاديمية الأسد وعلى مشارف حلب الجديدة وبالتالي هناك عدة خيارات عسكرية والمحللون عسكريون هم أدرى في هذا الأمر وبطبيعة الحال ثوارنا الأبطال سيخرقون جميع التوقعات إن شاء الله وسترون غدا أكثر مما ستسمعون إن شاء الله سيد وقيل خالدي طرح روسيا بموضوع الهدنة طبعا هي ما أعلن عن وجود هدنة ولكن غير مطبقة فعليا على الأرض ولكن أعادت طرحها وقالت بأنها ستكون نهار الجمعة من الساعة 9 إلى الساعة 7 المساء وبعدها ستسمح خلال هالفترة بإخلاء الأحياء الشرقية من المدنيين وأيضا من المسلحين على حد تعبيرها وإلا ما المتوقع الآن برأيك مساء الخير لك سيد وقيل وفي الكرام طبعا الروس مترددون بالأساس الروس لم يحاربوا في حلب بذلك العنف لأجل حلب ولا لأجل النظام لأنهم يعون تماما أن هذا النظام لا يمكن أن يتقدم إلى أمام أبدا هو دائم التراجع وهو في مرحلة النهاية ومعون هذه المرحلة بكل هذا القصف الروسي مع كل هذا الدمار الروسي النظام يتراجع النظام يتقفر النظام يعود إلى الوراء بغض النظر عن عودتها أمتار أو آلاف الأمتار إنما هو يعود إلى الوراء ولا يتقدم أساسا بهذا بحد ذاته استنزاف كامل للسلاح الروسي استنزاف كامل للمخازن الروسية وليست انزافا سهلا أبدا وأمريكا والسياسة الدولية تراهن على هذا الاستنزاف مع أنه بالمقابل هناك الدم السوري ولكن للأسف الحسابات العسكرية الدم السوري هو الأرخص ثمنا لذلك تستمر هذا الاستنزاف والروس تعبوا من هذه العملية تعبوا بشكل قوي وأرادوا التغيير هناك اتفاق دول ما قبول دول ما بتغير الخارطة في حلب فليربح الأقوى فليربح من يستطيع أن يفرض سيطرته على الأرض ما حدث الآن من تغير حقيقي وفعلي بس هل فعلا أن روسيا تعبت وبأنه خلي الأقوى على الأرض هو يسيطر أعتقد أن الاتفاق أكبر من ذلك أنه تبخى دولية ما ستسمح بوصول الجيش الفتح إلى حما حتى أتوقع ذلك ولا أتوقع أكثر من حما المتوقع في المرحلة القادمة في الربع القادم من هذه السنة في ثلاثة أشهر القادمة أن تتحرر حلب بالكامل التي تستمرت الثور على هذه الألية وهذه الاستراتيجية التي تبدأ بعمل عسكري مكثف واعي زكي ضرب ضرب المدفعية وضرب خطوط دفاع النظام وخطاب زكي جدا تفوق على الممتحدة وتفوق على كل الدعايات بالنداء الإنساني وتوجيه الخطاب إلى الداخل السوري لتطمينه إلى المواطن السوري داخل حلب الغربية هذا أهم ما فعله جيش الفتح هذا بمثابة تحرير كلية المدفعية هذا بمثابة تحرير كامل لأن هذه هي الحقيقة التي يحاول النظام تخبيئتها هذا هو جيش الفتح هذا هي المقاومة هذه الثورة السورية نقطة بس بأن حلب كانت تعتبر بالنسبة للروس وحتى الإيرانيين مثل معاركة مصيرية معاركة العمر وحكوا عنها كتير وكان في تهديدات كتير وكان في استجلاب كتير لمرتزقة فهل ممكن بأنه هالطبخة التي حكيت عنها تكون من ضمنها أن تروح حلب بها السهولة بالنسبة لهم لن تسقط حلب بسهولة ستتحرر بإذن الله ولكن هناك ثمن ضخم سيدفع ولكن الفكرة أن هذا الكلام صحيح بالنسبة للإيرانيين هي معركة وجودية ومصيرية بالنسبة للإيرانيين أما بالنسبة للروس فالمعركة معركة مصلحة لم يهجم الروس على حلب بهذا العنف وبهذه القوة إلا لأجل كسب مكاسب دولية أمام أمريكا وقبل الانتخابات الأمريكية وليس لأجل دعم المشروع الإيراني أو دعم بشار أسد لدى روسيا مشروع سياسي أبسط من ذلك بكثير وهو أقرب إلى مشروع المعارضة في بعض الأحيان في بعض النقاط ولكنهم ارتأوا أن يذهبوا باتجاه الحل العسكري في هذه المرحلة لفرض شأن ما دولي ليس له علاقة بسوريا بتاتا بل لإعادة هيمنة روسيا على مناطق كثيرة ومكاسب شخصية لبوتين لا تتعلق بالمصالح الروسية هناك تضاد بين المصالح الروسية والمصالح الإيرانية في كثير من الواقف لذلك أتوقع خسائرها إلى الإيرانيين في المرحلة القادمة وتدخل طفيف للروس في حيان إن شاء الله سيكون تقدم كبير للثوار ومرحلة حساسة جدا ستكون إن استم استغلالها ولم يتوقف المد إن شاء الله الثوري سنتكون إن شاء الله سيكون هناك تحرير حتى حما بإذن الله العميد أحمد بري هل تؤيد مقاله ضيفي وائل الخالدي خاصة بأن التصريحات الروسية إلى الآن هي تصريحات تصب في اتجاه محاولتها التمسك بحلب أولا بالنسبة للروس الروس بهمه مصطحة مصطحة الروس ليش في حلب مصطحة الروس في منابع الغاز الموجودة في منطقة الفرقلوس شراء حمص ومصادر الغاز واللي حلأ يحرسوها روس ضمن الدواعش يعني الدواعش موجودة في منطقة هنه أساس روس وخبراء وعملاء للروس وهنه لا يحرسوا مصالحهم المنطقة مصالح الروس موجودة في شرق حمص في مناطق الغاز وباتجاه الساحل القواعد العسكرية أنه ما يحدث حاليا فعلا هو في اختلاف روسي إيراني على كيفية تناول أزمي الإيرانيين بهمهم نبال والزهراء وبهمهم مناطق أخرى وبهمهم يأمنوا الخط بحيث إذا فتح قدروا يوصلوا أو المد الشيعي أو جحش مثل ما نسمعين إحنا جيش الحج الشيعي يوصل للمنطقة لهم طبعا هذا إن شاء الله لن يحدث بس ولكن لماذا دخلت روسيا بهذه المعركة معركة حلب ويعني هي خسرت أموال طائلة من خلال عمليات الإغارات الجوية التي كانت تقوم بها هناك أول شي خسات روسيا لا يجد خسرة لأن روسيا عودت لإيران وأظن عوضت لإيران وانتهى الموضوع هاي واحد اثنين روسيا حليفة للنظام من عام تقريبا 1974 أو 1976 قام المجرم الكبير حافظ أسد بالتعاقة الاتفاقية مع الروس بشأن تأمل له الحماية مستقبلا في أي عمل كان طبعا لزبط له المعاهدة لزبط له الآن ونفذوها طبعا هو الحماية لم تكن تجاه أي خطر خارجة على سوريا إنما الحماية لحافظ أسد وزلمهم من الداخل في حال قام عليه الشعب السوري وحاليا لازم تكون إنما مصالح الروس بس ولكنها يعني أكيد غير لا تقوم بذلك من أجل الالتزام بهذه الاتفاقية مع نظام الأسد أكيد لها مصلحة من هذا الموضوع فبالتالي دخولها حلب بهذا الشكل وتوقعاتكم بأنه هي ستستغني عن حلب يعني كيف يمكن تفسيره أولا أختي كريمة نأتي لك مصالح روسيا في الساحل بالقواعد في الساحل ومصالح روسيا في حماية أماكن الغاز منابع الغاز اللي هي أكبر منجم غاز في العالم ثاني عفوا ثاني أكبر منجم غاز في العالم ويمتد من منطقة القريتين الفرقلوس وحتى حبو هاي أولا الثاني روسيا التزد معاهدة وروسيا بهمها كمان تفرض وجودها وخاصة بعد الحياز الأمريكان باتجاه فتفرض وجودها في منطقة أثمت روسيا ما تستطيع ولكن روسيا شافت أنه بالآخر خسراني حاليا كل الروس وغيره عرفين أنه حلب إن شاء الله ستحرر من قبل السوار ولم تستفيد أي روسيا أو أي دولة أخرى في الوقوف في هذا التجاه ولذلك روسيا يمكن خففت قليل من القصر روسيا لم تقف قصر لكن أنت وعب تقصف عم تقصف بكل مناطق سورية كمان خصفت في ريف حلب الأروجي لم تقف قصر تمام بس اسمحني روح لريف حلب وعذرني على مقاطعتك بشان ما نفقد الاتصال من أول حلقة نحاول نتواصل مع النقيب أمين ملحيس قائد غرفة عمليات الراشدين من ريف حلب أهلا بك سيد النقيب أولا أود أن أسمع ردك على موضوع الهدنة التي اقترحتها روسيا يوم الجمعة المرفقة بطلبات بأن خروج المدنيين خروج المسلحين وتهديد بالمقابل في حال لم يتم ذلك نحن خلال عدة لقاءات الماضية قلنا دائما وقلنا ننوي أن روسيا ومن معها من القوات أو الميليشيات الطائفية التي تساند هذا النظام طرحت عدة هدن فيما سبق وهي من أخل بهذه الهدن وآخرها كانت الهدن الماضية حيث اقترحت هدنها أيضا وقامت بقصف خواف المساعدات تابعة لغلال الأحمر السوري نحن لا نقشى روسيا ولا غيرها مستمرون في أعمالنا من أجل تحرير محافظة حلال وفك الطوق عن أبنائنا وأبناء شعبنا قمنا بفكها سابقا لمدة 32 يوم ولكن روسيا هذه الدولة الأممية المعترفة بحقوق الإنسان فعلت كل ما هو مجيب بحق الإنسان أحصية خلال الشهر الماضي في يوم واحد وفي ساعة واحدة أكثر من 82 غارة من القنابة الفوسفورية على منطقة الأسو 70 شقا وهي الآن ما زالت مستمرة بقصفها الآن ومنذ ربع ساعة تماما تم قامت بإطباء غاز لكلور على منطقة خلال العسل وعلى منطقة قبتان الجبل وسقط عدة شهداء مدنيين فهي مستمرة بقصفها لا نقشى أي تهديد هذه هدنة ما هي إلا لتكسب وقت فيها والميليشات الطائفية معها المتوقع طيب الآن بما أنه حددوا يوم الجمعة ساعة 7 المساء ستوقف هذه الهدنة وستكون هناك تصرف آخر وخاصة بحديثهم عن أنه لازم الفصائل المعتدلين ضمن تصنيفهم هنا يبتعدوا عن الفصائل الغير معتدلة على كل حال روسيا صنفت كل فصائل المعارضة كفصائل إرهابية ونحن لسنا إرهابيين نحن نعمل ونقاتل من أجل حرية هذا الشعب لا يهمونا لا أروسيا ولا غيرها نوجه رسالة عبر شاشتكم الكريمة إلى المجتمع الدولي الذي بقي محافظا على سنطة لمدة خمس أعوام ودخلنا في العام السادق نحن سنقاتل حتى الرمغ الأخير من أجل حرية شعبنا شكرا لك النقيب أمين ملحيس لقائد غرفة عمليات الرشدي من ريف حلب على هذه المشاركة ونعتذر لم نستطع التواصل معه بالصورة فقط كان التواصل بالصوت سيد مأمون حاج موسى الآن رد الفصائل كان واضح بأنه ما بيأمنوا لروسيا بأي نوع هدنة وهن مستمرين هل في تحضيرات معينة في حال مثلا قامت روسيا برد فعل قوي ونفذت تهديداتها وقصفت مناطق الثوار بشكل كثيف طبعا هي تقصف كما تفضلت بداية روسيا المجرمة لم توقف قصفها يوما خلال الأيام الأربعة للخمسة الماضية وما سبقها أيضا ولكن أخص بالذكر الأربع أيام والتي قال فيها الروس بأنهم أوقفوا غاراتهم الجوية ودعمهم لنظام بشار الطائفي لم تتوقف الغارات إطلاقا وإن حيدت أول يوم بفعل الوضع الطقس بالنسبة لنا ولثوارنا الأبطال لم يخرجوا خاصة في هذا العمل العسكري الآن لم يزجوا بكامل قواتهم في هذا العمل وهم ينتظرون رد فعل روسيا أو غير رد فعل روسيا أو غيرها فهم ماضون وقاموا بما عليهم بأن يقوموا بواجبهم من حشد قواتهم واجمع بنادقهم باتجاه هذا العدو المجرم وهم ماضون في هذه المعركة حتى تحقيق هدفها الأول إن شاء الله هل في استراتيجية معينة لتفادي الغارات الجوية؟ كان معي العميد صفوت الزياد قبل يومين وتحدث بأنه أهم شيء الآن هو المسافة زيرو مثل ما سمها صفر بين الأثوار وقوات نظام وميليشياته لكي يتفادوا موضوع الغارات الجوية هل في أي خطة من هذا النوع أو شيء لتفادي هذا الخطر؟ نعم صحيح ما تفضل به العميد نعم نحن اخترنا أصلا هذه المنطقة الواسعة العشرات الكيلومترات الممتدة طبعا فيها الكثير من الأبنية لا أقصد الأبنية السكنية ولكن فيها أبنية عمرانية طبعا ممكن أن تحد من الطيران الروسي بشكل جيد إضافة اقتحامنا من عدة محاور وأصبحنا على تماث مباشر مع قوات النظام الطائفي وأصبحت مسافة القتال الصفرية كما تفضل سابقا وبالتالي تم تحييد سلاح الطيران تماما لا أقصد تحييده عدم توقفه عن القصف وإنما أصبح القصف غير مجدي وحتى سجلت له عدة غارات بالخطأ على القوات المتواجدة في كلية الهندسة العسكرية وفي منطقة أخرى صحيح أستاذ وائل الخالدي كلامك عن التوقعات الروسية التي تصرف روسيا الآن في الفترة المقبلة المعطيات التي جعلتك تقول ما هي هذه المعطيات جميع المعطيات الآن تتحدث عن عكس هذا الكلام هناك تخوف ربما من أن تكون هناك هجمة شرسة بعد يوم الجمعة من روسيا على حلب لا يعني سيدتي أن محاولة روسيا البحث عن مصالحها في حلب أنها تتوقف عن القصف أبداً بل على عكس تماماً منذ البداية روسيا شدتت القصف وقصفت بعنف بهدف خلق موجة لجوء باتجاه تركيا وتفريق حلب وانتصار في حلب تفرض فيها حلاً سياسياً هي مستمرة في هذا الطرح وما زالت تبني عليه ولكن اللعبة لعبة عض أصابع هذا الطرح فشل مرة واثنين وثلاثة وفرش إلى أكثر بتقدم الثوار الأخير أعادهم المربع الأول أعاد روسيا أشهراً إلى الوراء هل ستستطيع روسيا أن استمرار بالقصف مرة أخرى ضمن هذه المعادلة الصعبة أشهر عديدة متتالية بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد تعي روسيا تماماً أن في السياسة العالمية هذا مستحيل هناك حملة دولية قانونية تقوم بها أوروبا ضد روسيا اليوم أوروبا تخاف من روسيا على نفسها ليست خائفة على حلب لذلك هذا الضغط الدولي لا يمكن أن تتحمل روسيا طويلاً هناك لعبة عض أصابع الآن إذا استمر الثوار كما قلت بهذه الاستراتيجية من التقدم العسكري والصمود والخطاب المدني الرائع الذي توثل اليوم وكل الشكر لأستاذ أسامة ولباقي الشباب على هذا البيان الرائع كل هذا سيقلب الطاولة والسحر على الساحل سيقلب على الروس ويدفعهم إلى القبول بالحل الآخر المصلحي الذي هو التخلع المشروع الإيراني وترك الإيرانيين يواجهون مصيرهم من القتل والتشريد في حلب هذه رعبة سياسية حسابات وليست مسألة أن روسيا تريد ألا تريد الآن الثوار يفرضون على الأرض على روسيا ما يجب أن تختار يفرضون على الطاولة ما على روسيا أن تختار كلام دمستورة فلقى بالبحر ليس له أي فائدة يعني ما يحدث اليوم في الأمم المتحدة وفي أروقات بالأسف حتى هيئة التفاول الكلام السياسي اليوم ليس له مكان هناك سياسة دولية ما ترسم خريطتها وتنفذ ويطبقها الثوار على الأرض الثوار يطبقون حرفية السياسة التي تستفرض على الطاولة الدولية اليوم استمر هذا التقدم للثوار وهذا الصمود في معركة عبد الأصابع روسيا لا شك ستختار مصلحتها كما قال دكتور عميد بري المصلحة روسيا في الغاز وليست في حلب مصلحة إيران في حلب مصلحة إيران في مد الشيعي هذه المصلحة ستخلى عنها روسيا قريبا في حال استمرار الثوار الآن هي مستمرة في العنف ومستمرة في حول فرض مد تهجيري ومستمرة في حول حتى تهجير حلب الغربية وليس حلب الشرقية فقط تريد تهجير كل المدنيين لصالح إيران إن استطاعت لن تقصر ولكن هل فعلت؟ هل استطاعت؟ هل هجر الناس؟ لم يهجر الناس؟ وصمد الناس في صمود أسطوري هذا صمود أسطوري هو مفتاح الحال في مرحلة القادمة شكرا وائل الخالدي مستشار شباب الحركة الثوري كنت معي من اسطنبول كما أشكر من الريحانية مأمون حاج موسى المتحدث باسم ألوية سقور أشام والعميد أحمد بري رئيس أركان الجيش السوري الحر من أنقرة هنا سوريا مستمر وفيه بعد الفاصل كارثة إنسانية من طرف واحد بعد عام على هدنة مضايا الزبداني كفري الفوعة هل غدر حزب الله باتفاقه مع جيش الفاتحة